الفكرة السائدة عندنا هنا في مصر أنه الجنباز شوية بنات لكن فيه أنواع بتنفع للولاد عندنا ترامبولين وعندنا آيرابيك وعندنا فني كل دول بيبقى فيهم ولاد وبنات عيدا ترامبولين وفني وآيرابيك دول بينفعوا للولاد لكن الجنباز الإقاعي لا الآيرابيك بيبقى موجود فيه ناس الناس كبيرة لو دايما بتشوفي في فأعرفش جو التالنت والحاجات دي دايما تلاقيه فيه كابل كده مع بعض يهض يعملوا حركات وينطوا ويشالها بحاجة بالحاجات دي قوي ده لما بيكبروا بيبقوا كده بيبقوا حالوين قوي دول ويه بدأتي ازاي يعني برضو بدأتي أنا بدأت في الكلية أنا ما كنتش لها عليك خالص بالرياضة خالص؟ خالص ما لاتش أي حاجة ونتي صغيرة؟ ما لاتش أي حاجة بس أنا كنت فلكسبل بس اكتشفت مني أن أنت فلكسبل من غير ما تعملي كنت بلع بعيتي من صغيرة بس الأطفال بقى نعمل بقى كلها بيبقوا فيه أكسبل أنا مكنش حارف إن ده جراند كورت أنا بس بعدين من صحبت بس بواز الدفنية خالص لا ممكن لها نراكم مين يقف على قديم مين يعمل عجلة مين مش حارف يفتح يفتح رجل جراند كورت بس أم مكنش عارف طبعا أسماء الحاجات دي كنتش تعمليها كده كنت تعملي حركات كده وخلاص فمين بننزل قبة كده لكن بقى مدخلت الكلية وطبعا دخلتها بالصدفة المحتق جدا يعني أنا مكنش عايزة أدخلها بس الحمدلله يعني دخلتها وطبعا بقى بعد ما درست كل حاجة في الآخر حسيت إن أنا عايزة حاجة ريئة فيها ميوزيك أرقص عليها براحتي أعمل مهارات خليت بيين إن أنا قد إيه فليكسبل كده يعني دي الحاجات اللي أنت حبت لها لكن درستي بقيت الألعاب الثانية جوه الكلية درستي كل حاجة مدرستي لش عدتك أكيد طيب وإيه بتفكري إنه مثلا بعد كده لما عندك أطفال أو حاجة أو أطفال العيلة عندكو اللي هو تعالوا تعلموا الموضوع اللي بصيف أو كده بجد أصلا هم ما بيشفوني أنا بمرن الصغيرين أو بنزل فيديوز وكده هل عايزين نعمل كده طيب تعالوا ممكن أصلا بلعبهم في العادي ممكن ما يكونش هما صالحين إنه هما يخشوا اللعب حتى من أخلا كبار ما دخلوش اللعبة من هما صغيرين فيه سن معين؟ فيه سن معين بيبدأ من أربع سنين بيبدأوا يخشوا يبقى فيه كده حاجة تمهيدي بيخشوا بيتمرنوا بقى أعلى وكده طبعا بيبقى أكيد بيتعملهم تيست بيبقى في ناس عندها فلكسبلتي ربنا خلقهم بيها ربنا خلقهم فلكسبلتي فينا زبا جينز من الأب ومن الأم إنه هما بيبقى أصلا فلكسبل فهو الطفل بيبقى عنده الجين ده فعشان كده بيبقى كويس فبناخده على طول فيه